وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا هل من حسن العشرة أن يتكلم الزوج بهذا الكلام يقول أخذنا ولله الحمد كتاب النكاح وفيه التعدد والتعدد فيه كذا وكذا وكذا لا هذا ليس من العشرة بالمعروف أن يخاطبوا بهذا حتى والله جاءني أحد الطلاب كنا نشرح في نواقض الإسلام فجاءني بعد الدرس وقال من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام زوجتي تبغض التعدد وكم أحدثها وأذكرها بالأدلة من كتاب والسنة وعمل السلث وهي ما تريد التعدد قلت له ما معنى هذا يعني تريد أنها يعني كافرة وانتهى الأمر هي ما تبغض الحكم هي مقرة بالحكم لكن من الغيرة على الزوج أنها ما تريد هذا الكلام ولماذا تذكر لها في كل يوم هذا من سوء العشرة صحيح هل صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع زوجاته لا ثم في الغالب الذي يذكر هذا الكلام لا يتزوج فقط يؤذي الزوج وغير هذا يعني ما أريد أن أخذ بغير هذا